بخيبة أمل غادر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي تهران بعد فشله في أحداث تقدم في المفاوضات بشأن السماح للمفتشين بالوصول إلى مصنع كارج لأعادة تثبيت أربع كاميرات في المشأة التي تنتج معدات أجهزة الطرد المركزي وقد نقل جروسي خيبة الأمل هذه إلى مجلس محافظي الوكالة تحديدا نسعى لاستعادة قدرات المراقبة والتحقق التي نحتاجها استعادة الكاميرات وخدمة المعدات كل هذه الأشياء مهمة للغاية ومنشأة كارج مسألة معلقة أخرى في العلاقات بين إيران والغرب فالوكالة لم تتمكن من مراقبة الموقع أو الوصول إليه في الأشهر الأخيرة وهو ما يثير التوترات بين طهران والمنظمة وقد حذر جروسي تكرارا من فقدان قدرة المنظمة على ضمان استمرار المعرفة حول البرنامج النووي الإيراني ومن بين القضايا الخلافية أيضا سعي الوكالة الدولية للحصول على إجابات من طهران بشأن مصدر آثار اليورينيوم التي عثر عليها في عدة مواقع قديمة لكنها غير معلنة بالإضافة إلى عمليات الفحص الأمني المبالغ فيها والتي يتعرض لها المفتشون في إيران وفق الوكالة كانت محادثاتنا غير حاسمة لم نتمكن من الاتفاق أمس على رغم من بدل قصار جهدنا لذا آمل أن نتمكن من المحاولة مرة أخرى لن نستسلم لأنها قضية مهمة جدا علينا أن نتوصل إلى اتفاق ويجب أن نفعل ذلك ويتهم ديبلوماسيون إيران بإنتاج كميات كبيرة من أجزاء أجهزة الطرد المركزي قدرت بمائة وسبعين قطعة منذ نهاية أغسطس الماضي كما قامت بتركيب أكثر من ألف جهاز طرد مركزي متطور قادر على التخصيب منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وتعد هذه التطورات برأي مراقبين تحديات ماثلة للمفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والتي تهدف لإحياء الاتفاق النووي والتي من المقرر أن تستأنفى الاثنين المقبل